ترجمة نانسي قنقر في سبيل إثراء ثقافة الابتكار الحكومي جاءت مسابقة الابتكار الحكومي فكرة في نسختها الخامسة لتطوير آليات العمل الحكومي ودعم ورفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة بما يلبي تطلعات المواطنين والمقيمين هذه المسابقة الحكومية التي مرت بمراحل عدة وصلت إلى مرحلتها الأخيرة والمتمثلة باختيار الجمهور وذلك عبر التصويت إلكترونيا من خلال موقع مكتب رئيس مجلس الوزراء حيث ستستمر عملية التصويت لغاية الرابع من فبراير المقبل وتأتي هذه الخطوة الختامية بعد تأهلي 12 فكرة للمرحلة النهائية بعد الانتهاء من تقييم المقترحات الأربعين من قبل أربع لجان من ذو الشأن والاختصاص وسيتم نشر نتائج التصويت مع نتائج تقييم لجنة الوزراء لدى الإعلان عن الأفكار الفائزة في المسابقة لتبدأ بعدها مرحلة تنفيذ المشاريع الفائزة تمهيدا لتطبيقها في الجهات الحكومية وذلك لتعزيز ثقافة الإبداع والتميز باعتبارها المحرك الرئيس لتطوير جودة ومخرجات العمل الحكومي اشتركوا في القناة